الشراء بالقاع والبيع بالقمة هو حلم لجميع المتداولين لكن حقيقة هل في علم معين أو شخص معين أو أي أن يكن ممكن أن يقل لك أنه هون قاع العملة وهون قمتها الجواب بكل بساطة مستحيل لأنه لو فيهك شيء بأسواق المال عموما ما كان حدا خسر إطلاقا لكن اليوم أنا بدي علمك طريقة من خلال هاي الطريقة رح تقدر أنك تشتري العملات الرقمية وتبيعها بالمستويات يلي أنت بتتقبلها ما عم قل لك أنه هون رح يكون القاع أو هون رح يكون القمة لا إطلاقا بس رح تقدر بإذن الله تعالى من خلال هاي الطريقة إذا اتبعتها وطبقتها بشكل صحيح أنك إن شاء الله تعالى أنك ما تخسر أو أنك تقلل خسائرك لأقصى حد ممكن أنك تخيره وبإذن الله كمان إذا اتبعتها صح أنك أنت ممكن تكسب منها ومكاسب جدا جدا رائعة طريقة بكل بساطة شباب هي أنه بدي علمكم اليوم على أحد بوتات التداول اللي هو الـ Great Bot ورح نستخدم بوت 3 Comments اللي هو أشهر بوت تداول على مستوى العالم بعالم العملات الرقمية ورح نستخدم الـ Great Bot شو هو الـ Great Bot شباب هو بكل بساطة أنه مثلا أنا متقبل أني اشتري البيتكوين عند سعر لـ 30 ألف كقاع وبدي بيعها عند السبعين ألف كقمة أنا هاي المستويات بين هون هون أنا متقبل هو هل هو هذا القاع؟ الله أعلم ممكن البيتكوين ينزل تحت 30 كله وارد ممكن يطلع فوق السبعين أكيد بإذن الله يعني كله وارد كله هاد بعلم الغيب لكن أنا بدي استفيد من سعر لـ 30 ألف وبدي استفيد لحد السبعين ألف كيف هاد الشيء؟ أنا بعطي للبوت أمر بحدد بدي من عند الثلاثين ألف لحد السبعين ألف بدي أسم الشارت لعدة مستويات مستوى اثنين عشر عشرين خمسين قد ما بدك بحيث أنه أنت بمحفظتك يكون في نصها مثلا بيتكوين ونصها دولار أو يو اس دي تي كل ما طلع سعر البيتكوين من مستوى لمستوى عملات البيتكوين اللي هننا ننص البيتكوين اللي معنا عند كل مستوى بتم بيع جزء معين وأنا بحصل أرباح بقيمة دولارية كل ما ينزل السعر عند مستوى من المستويات الرصيد الدولار اللي أنا عاطي للبوت بيشتريلي في عملات بيتكوين بكمية معينة بحيث أني أنا ما اشتري بكل محفظتي عند مستوى معين وقول خلص أنا للعملة ما رح تنزل هون عن هذا الرقم لأنه بكل بساطة هلأ نحن هلأ بالسوق اللي رحنا فيه حاليا البيتكوين عم يقرب لحدود الـ 45 ألف وكتير ناس يعني فايتة بالبيتكوين من أعلى هذا الرقم يعني لسه لحد الآن مع الانتعاش اللي صاير لسه في ناس كتير لسه ما وصلت لرئس مالها لحد اللحظة مع أنه مثل ما حكينا أنه في انتعاش لكن في حال أنا مثلا كنت أنا مشغل هذا القريد بوت أبل ما يصير هذا الصعود فأنا بكل بساطة البوت كان اشترالي بكل المستويات لحد الـ 32 ألف اللي وصلت للبيتكوين تقريبا وهلأ كان عم كل مستوى مع كل صعود للبيتكوين كان عم يبعلي أجزاء وبحيث أنا عم حصل أرباح أول بأول فإن شاء الله تعالى هذا الفيديو يفيدكم إذا ما كنتوا لسه مشتركين بالقناة طبعا اشترككم بالقناة كتير بيساعدني وإنكم تعملوا لي لايك للفيديو هذا شي يعني رحكون مقدره كتير كتير وهلأ خلونا ننتقل على الشاشة سوا ونشوف شرح لغريد بوت وكيف فيكم تربطوا البوت بالمنصة الخاصة فيكم وكيف فيكم تبدأوا تشغيل هذا البوت وبإذن الله تستفيدوا منه يلا خلونا نبنج سوا مثل ما حكينا شباب الشرح الخاص بنا رح يكون اليوم على بوت 3Commerce يلي هو أكبر وأشهر بوت تداول للعملات الرقمية على مستوى العالم من خلال هذا البوت بيقدم لنا عدة بوتات تداول وخاصية التداول الذكي وخاص إشارات التداول ومواضيع كتير كتير كل واحدة منهم بدها فيديو مستقل لحالة طبعا أنا في هذا الفيديو رح أشرح لكم لغريد بوت طبعا 3Commerce متما لكم شايفين أنه أكتر من 22.5 مليار دولار حجم التداول الشهري يلي بتتم من خلال البوت فتخيلوا قديش في ناس بتداول من خلال البوتات الناس بتداول من خلال البوتات طبعا هن أكتر بكتير من الناس بتداول بشكل يدوي هلأ بعد ما نسجل حساب بالبوت بشكل عادي جدا جدا ما في أي إشكاليات هذا الموضوع ما بده شرح بفتح معنا بهذا الشكل نجي لهون على المنصات My Exchange تمام وبدنا نربط هون المنصة الخاصة فينا بس قبل ما نربط المنصة الخاصة فينا خليني أحكي لكم على الاشتراكات وعلى الأسعار الخاصة بالبوت طبعا البوت هو مجاني في حال بدك تستخدم بوت واحد من كل نوع من أنواع البوتات تمام إنما في حال بدك أنت بعدين حبيت الموضوع وتعلمت عليه منيح ولقيت إنه الموضوع مجدي بالنسبة إليك وبدك تستخدم أكثر من بوت من كل نوع فهون بدك بقى تنتقل للخطط المدفوعة وأسعارها مثل ما كم شايفين قدامكم على الشاشة هلأ خللوني ننتقل لربط المنصات أنا طبعا رح أعمل ربط لمنصة بايبت منصة بايبت شباب هي الرعي الرسمي لهذا الفيديو لهيك بدي أحكي لكم شوي عن هاي المنصة منصة بايبت طبعا هي المنصة من أكبر المنصات على مستوى العالم ترتيبها رقم تسعة من حيث حجم التداول على مستوى العالم وهي هلأ عاملة خطة للتوسع بالعالم العربي وعاملين جروب على التليجرام من خلال هاد الجروب في دعم عربي كامل فيك إنك تفوت تسأل عن أي شيء بخص المنصة ورح تلاقي فيه فريق دعم عربي موجود دائما لحتى يجاوب على أسئلتكم من خلال المنصة طبعا المنصة هي مثلها مثل أي منصة من المنصات تداول معروفة فيك إنك تداول هي بالأساس يعني كانت هي منصة للمشتقات والفيوتشر والعقود لأجل هاي الأمور لكن من جديد صار في عندهم سوء للسبوت اللي من خلاله فيك إنك تشتري معظم العملات الرقمية الكبيرة اللي إحنا بنعرفها يعني الموضوع جدا جدا ممتاز إنك إنت فيك تداول العملات المعروفة كلها وبدون إنك بدون ما توثق الحساب لحد سحب 2 بيتكوين باليوم فيك تستخدم المنصة بحد سحب 2 بيتكوين باليوم بدون ما توثق الحساب وطبعا فيك من خلال المنصة إنك تشتري العملات الرقمية طبعا مثل ما لك شايف هون بتروح على باي كريبتو وبتطلع لك هاي النافذة اللي إنت شايفة قدامك على الشاشة مثل ما لك شايف فيه طرق دفع كثيرة فيك من خلال إنك تشتري عملات رقمية مباشرة بس طبعا هذا الموضوع إنك تشتري العملات من خلال الكريدت كارد أو حوالي بنكية أو أبل بي أو غيرهم بدك لازم إنك توثق الحساب بشكل إجباري ومؤخرا المنصة طرحت سوء الـ NFT الخاص فيها من خلال هذا السوء فيك إنك تشتري وتبيع الـ NFT بكل سهولة ومباشرة على المنصة من غير الحاجة اللي دفع رسوم باهظة جدا وطبعا الناس المهتمين والمهوسين بالـ NFT رح يلاقوا فرص كثير لسه موجودة لأنه لسه سوء البيبت لسه ناشئ يعني لسهاته جديد ممكن تلاقوا فيه فرص كثير عظيمة وغير طبعا الجوائز والأمور اللي بيقدموا لكم ياها لما تسجلوا بالمنصة التسجيل بالمنصة حاليا أول ما تسجل بتاخد تقريبا 20 دولار هدية وهون لما بتشتري كريبتو بعشرة ألاف دولار بيعطوك 80 دولار هدية عموما في هدايا كتير فيكم تستغلوها من المنصة رابط التسجيل بالمنصة بتلاقوا بأول صندوق الوصف وبالتعليق المثبت وهلأ خلونا نشوف كيف بدنا نربط بوت 3 كماس بالمنصة منروح هون على الخيار هون عند الاسم الخاص فينا ومننزل على كلمة API طبعا موضوع هذا الشرح هو هو نفسه على كل المنصات انت لازم تروح تدور على الابي اي الخاص فيك تمام وتروح تعمل كريات اي بي اي اي او تأنشئ اي بي اي جديد تمام وتربطه بالبوت بس نسخ لسق والموضوع بكل بساطة مثل ما ترى تضغط هون على كريات اي بي اي تمام هون بتسمي اسم لهذا الابي اي مثلا خلينا نسميه 3 كماس تمام وهون الخيارات اللي انت بدك تسمح للبرنامج او التطبيق اللي بدك تربطه من خلال الابي اي انه يعملها فمتل ما لك شايف نحن هون منحدد بس خيار لتريد انه بس هون على سبوت انه بس يتداول ما منخليه ما منعطيه اي صلاحيات للمحفظة الخاصة فينا انه يعمل تحويل بين الحسابات انه يعمل سحب برا المنصة كل هاي الامور هاي معطلة تمام ومنعمل سبميت هون وبيطلع عنا الابي اي ومنروح مناخده لهون ومنضغط بنختار المنصة الخاصة فينا مثلا هون عنا بايبت سبوت ومناخد الابي اي كي اللي بيطلع عنا والابي اي سيكرت ومنعمل الهم لسق ومنضغط connect وبعد ما نضغط connect راح نلاقي انه المنصة ارتبطت معنا بهذا الشكل وكل العملات وكل شي موجود عنا بالمنصة رح يطلع معنا بالبوت بهذا الشكل تمام شباب هيك بعد ما ربطنا المنصة بالبوت الخاص فينا هلا بقى خلونا ننتقل شرح الgrade boot الgrade boot شباب هون عالشاشة اليسار بنضغط هون على grade boot لما بنعمل البوت الجديد لأول مرة بنضغط على grade boot ومتل ما لكم شايفين بيطلع معنا بهذا الشكل شايفين في عنا اول شغلة شي اسمه ai strategy وفي عنا شي اسمه manual strategy ال ai strategy هي استراتيجية الذكاء الصناعي انه البوت من نفسه بيرسم المستويات اللي حكينا عنها وبيبيع وبيشتري عليها انت بس بتشغله بتحط له الرصيد وبتشغله مباشرة بشكل عادي جدا بس انا هي ما بحبثها بصراحة بالعكس انا بحبث انه نحنا نعمل استراتيجية خاصة فينا بنفسنا اول شغلة هون بنحدد الماركت اللي احنا بننا نتداول فيه مثلا بننا نحنا نتداول على اليو اس دي تي تمام بنحدد اليو اس دي تي ومنشوف العملة اللي بدنا نحنا نربط على grade عليها مثلا انا بدي اتداول البيتكوين تمام وبضغط هون manual او الاستراتيجية اليدوية وبحدد القمة الخاصة اللي انا اللي حكينا عنها مثلا خلينا نتحدد قمة السبعين الف تمام والقاع لتلاتين الف تمام هلأ نحنا حددنا القمة وحددنا القاع هلأ نحنا بين هاي القمة والقاع خليني ورجيكم شايفين هاي القمة والقاع هون نحنا بنحدد عدد المستويات يلي بدنا اياها خليونا نروح نحدد المستويات مثلا خلينا نحدد انه بدنا هون اربعين مستوى تمام شايفين بهذا الشكل طلع معنا بس خلينا نعملو على الشمعة اليومية كرمال بس الامور تكون واضحة اكتر بالنسبة لنا تمام هاي عنا المستويات كلياتها تمام هاي انا حددت اربعين مستوى وشوفوا الفرق بين كل مستوى والتاني الفرق واحد ونص بالمية لا ثلاثة بالمية يعني هاي الفرق لما انا بدي ااخد ربح او بدي بيع او اشتري هذا الفرق بين كل مستوى والتاني تمام فأنا هون بحدد هون عند هذا الفراغ الامونتس فور بوت يوسيج احدد انا قديش بدي البوت يستهلك دولار يعني انا مثلا قديش رصيدي اللي بدي يحطوا على البيتكوين مثلا بدي خمسة الاف دولار مثلا تمام فهون البوت رح يقلي انه كل كل من هدول او كل مستوى من هدول المستويات بيقلي قديش بده بيتكوين تمام وبيقلي لحتى يشتغل هذا البوت انت بحاجة بيتكوين بمحفظتك بهذا الرقم وبحاجة بهذا الرقم شايفين لانه انا هلأ متل ما لكم شايفين هلأ انا المفروض انه يكون عندي بيتكوين هالأد لانه البيتكوين حتكون اكثر من اليو اس دي تي لانه اليو اس دي تي اه ما لبحاجتها لانه متل ما لكم شايفين هلأ نحنا بحاجة اليو اس دي تي بس بالشراء ومستويات الشراء عندنا عند عند هذا السعر الحالي مستويات الشراء اقل من مستويات البيع متل ما لكم شايفين فانا بحاجة اليو اس دي تي اقل من محاجتي لبيتكوين البيتكوين انا بحاجته اكثر لحتى في حال ارتفع السعر انه يبعلي عند كل هاي المستويات اللي فوقه تمام بحيث انه يكون فيه رصيد انه عند كل المستوى فعلا في حال طلع السعر انه البوت يبيع بشكل اوتوماتيكي مباشرة تمام فانت بتحدد انت قديش انت رصيدك رصيدك الف دولار تمام لهي العملة بتحدد والبوت هون بيقلك بعد ما انت تحدد القمة والقاع وتحدد عدد المستويات اللي بدك تبيع وتشتري فيها فالبوت مباشرة لوحده بيقلك انت هون بالاصفر بيقلك لازم يكون بمحفظتك في كذا من العملة وكذا يو اس دي تي تمام فخلونا هلأ ناخد نظرة انه البوت شو ممكن يعمل بعد ما انشغله متل ما لكم شايفين شباب الفكرة انه عند كل شمعة من هدول الشماعات شايفين عند كل مستوى من هاي المستويات كل ما طلعت العملة هو رح يبيع وكل ما نزلت العملة بهي المستويات هو رح يشتري تمام بحيث انه يضل كل ما نزل السوق في عمليات شراء وتكتير من من عدد العملات كل ما اطلع السوق ببيع وبيعطيني رصيد دولاري اكتر فانا اذا كانت متل ما حكيت لكم اذا العملة اللي انتو عم تتداولوا فيها انتو هيك هيك ضامنين انه رح تطلع يوما ما مثل هلا بالبيتكوين مثلا باذن الله باذن الله البيتكوين رح يصعد باذن الله بس اي متى رح يصعد اديش هو بحاجة لحتى يوصل للقمة السابقة هاي الشغلة اللي لا انا ولا اي شخص بالعالم بيقدر يقلك اياها لهذا السبب انا بدي بدي شغل هذا البوت لحتى استغل كل الصعود والنزول اللي بيصير بالعملة لحتى اني اقدر استفيد من كل اوضاع السوق وما كن محفظتي بس جامدة بس عم قاعد عم بستنى السوق لا يصعد وممكن يصعد وممكن ما يصعد تمام فبهاي الحالة باذن الله تعالى بكل اوضاع السوق انت بتقدر انك تستفيد منها وهيك شباب بالنسبة للجريد بوت بعد ما سطبنا وفهمنا شون شغله بعد ما تحطوا الرصيد بالمنصة الخاصة فيكم على حسب ما بيعطيك البوت بس بتضغط هون على كلمة كرييت ومباشرة البوت رح يبدأ يشتغل فيك تنزل تطبيق تري كومس على الموبايل فيك تتابعه من خلال الكمبيوتر تشوف الشغل الخاص بالبوت هون رح تلاقي عندك كل كل التفاصيل تبع الصفقات المفتوحة والاردرات المعلقة وقديش انت عم تربح بكل صفقة عم تصير كل التفاصيل بيعطيك يا هل بوت تمام شباب هيك منكون وصل لنهاية شرحنا هذا بهذا الفيديو بتمنى انه الشرح يكون فاتكم اذا عندكم اي سؤال طبعا انا رح كتير رح كون سعيد ان نجاوب على كل اسئلتكم اكتبوا لي اسئلتكم تحت بالتعليقات واذا ما لكم موجودين على قناة على التليجرام كمان قناة على التليجرام بتلاقوا الرابط بيوصف الفيديو وبشوفكم بالفيديوهات الجايه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة